موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في الإقامة التجدد في موضوعنا عصر الحكمة اليوم سنتكلم عن هنا الراتب أعلى عماد شاب في مقتبل العمر لكنه يواجه تحديات كثيرة أهمها التحدي المالي فهو يتنقل بسبب هذا التحدي من وظيفة إلى أخرى بعد عدة سنوات من هذه التنقلات اكتشف أنه لا يمتلك الخضر الكافية في أي مجال من المجالات الوظيفية التي كان يعمل فيها الآن هو في وظيفة أصبح في حيرة هل يبقى فيها هي عائد مالي عالي لكنه لا يرغب بها أم ينتقل إلى وظيفة يحبها لكن عائد المالي أقل ماذا يمكن أن تختار أنت عماد نصح بأن يذهب إلى كوتش لأن الذين نصحوا كثيرا وأعطوه جانب الاستشاري كثيرا فذهب إلى الكوتش ففوجئ أن الكوتش لم ينصح ولقال لا أنت تفعل وأنت لا تفعل إنما قال لنتحدث عن وظيفتك ثم لنتحدث عن عماد ماذا يريد ماذا يحب ماذا يكره ما هي نظرة في الحياة ثم استعمل الكوتش معه أدوات فعالة جدا استعمل قوة التخيل صنع من قوة التخيل وضوح الهدف كيف ستكون بعد عشر سنوات من الآن تخيل نفسك بعد عشر سنوات من الآن أين ترى نفسك كيف تشعر بماذا تحس ما نظرتك لنفسك في ذلك الوقت ما نظرتك للعالم من حولك ثم حين اتضحت الصورة في ذلك الوقت بعد عشر سنوات بدأ معه ممارسة أخرى من ممارسات الكوتشينج وهي ترتيب القيم ما هي أهم القيم في حياتك وكيف ترتبها ثم انتقل إلى اختبار هذا الترتيب فمن هذا الاختبار أعاد ترتيب القيم مرة أخرى لتكون واضحة أولوياته في الحياة اكتشف ماذا يريد دون أن يوجهه الكوتش إلى شيء معين هو الذي وصل بنفسه إلى الحل صنع خطة لهدفه خطة من عشر سنوات راعى فيها الوضع الراهن الوضع المالي والديون التي عليه وراعى فيها نقاط القوة التي يملكها بالإضافة إلى الفرص المتاحة خلال العشر سنوات والتي يستطيع بها أن ينتقل إلى الضفة الأخرى من النار أرأيتم كيف النعيمات استطاع أن يتخذ القرار بسهولة؟ بل ويشعر بالسعادة والرضى الوظيفة أيضاً لأنه أصبح يملك الخطة لحياته إدراك ما نملك من خيارات يقوينا ويساعدنا على أن نفهم الحياة بطريقة صحيحة وهذا ما قصدته حين ننظر للأمور من زاوية أخرى ندرك أننا نملك الخيار كثير من الموظفين يتركون وظائفهم لأنهم يرون أنهم لا يملكون حلولاً أو هم مسجونون في الحل الوحيد ليس لدي حل أنا علي التزامات مالية أنا أواجه مشكلة مع مديري أنا أواجه مشكلة مع الفريق الذي أعمل معه وبالتالي لا أملك حل إلا أن أترك الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو المنظمة إلى منظمة أخرى لكن حين يجلس مع خبير التمكين يساعده بأن يدرك ما يملك من نقاط قوة ويدرك ما يملك من خياراته ثم يشعر بالمسؤولية ناحية خياراته فهذا يساعد بشكل كبير على أن يكون قراره صحيحاً مجوداً ومتوافقاً مع الخريطة الداخلية كثيراً ما نجد من ينصحنا لا تترك الوظيفة ما حتلقى وظيفة غيرها لا تترك الوظيفة أنت ما صدقت وصلها أنت مجنون تسيد هذه الوظيفة وانت وصلت لهذا المستوى والناصحون كثيرون بل نجد ناصحون آخرون يقولون اترك الوظيفة واترك العمل هناك مجالات عمل أفضل أنت مطلوب في أماكن أخرى ثم نقع في الفخ أننا نستجيب لنصائح الآخرين رغم أنهم آخرون هم ليسوا نحن أنت شخص مختلف وبالتالي لا تحتاج إلى أن تستخدم خارطة الآخر أنت تحتاج إلى أن تستخدم خارطتك ويساعدك في هذه الرؤية الكوتش المناسب يعاني كثير من الشركات مما يسمى بالتسرب الوظيفي لماذا يحدث التسرب الوظيفي؟ هناك سباب كثيرة من ضمنها التحديات المالية التي يواجهها الموظفون وقد يكون هناك أسباب أخرى منها المدير المباشر ومنها غيرها هناك دراسات إحصائية توضح لماذا يحدث التسرب الوظيفي لكن قليل من الشركات من تدرك أنها يمكن أن تساعد الموظف في بناء الرضا الوظيفي واتخاذ قرار صحيح وهذا يرفع الانتاجية لدى الموظفين يحدث هذا الأمر حينما يستخدمون الكوتش المناسب لأن الكوتش يساعد الموظف أن ينظر للأمور بزاوية أخرى ويكون لديه هدف بعيد وغاية بعيدة تسهل عليه التحديات التي يواجهها بل سيستمتع بما يواجه من تحديات لأنه صنع الهدف البعيد وصنع الخطة التفصيلية التي توصله إلى ما يريد من طموح هذا ما تدل عليه الإحصائيات أن الكوتشينج ينفع بل ويساعد بل ويدعم الاستقرار في المنظمات والاستقرار في داخل أنفس الموظفين ذواتهم إن شاء الله ألتقيكم في حلقة أخرى مع شخص آخر وقصة أخرى تتعلق بعصر الحكمة ترجمة نانسي قنقر